بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاهُ وَيُؤْتُوا الزَّكَاهُ وَذَلِكَ دِينُّ الْقَيِّمَةَ الدين يتكون من ثلاثة محاور العقيدة والعمل والأخلاق العقيدة هي واحدة لا تتغير آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ما كان يعتقد به ويأمر به ذريته بالنسبة إلى التوحيد وإلى صفات الله والاعتقاد بالأنبياء والاعتقاد بالمعاد هو نفس العقيدة التي بلغها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وهكذا من آدم إلى النبي الخاتم العقيدة لا تتغير يعني ما كان آدم أو نوح يقول بأن الله اثنين مثلا أو أن الله ليس بحي أو أنه ظالم لا العقيدة واحدة الأخلاق أيضا واحدة يعني آدم كان يقول الخيانة زينة مثلا ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر أو كان يقول الصدق موزيا بعد ذلك نسخ كلا الأخلاق سواء من الفضائل أو الرذائل أيضا واحد والأخلاق هي الصورة الباطنية للإنسان عندنا خلق وعندنا خلق الخلق المحية يعني الصورة الظاهرية شكل الإنسان الخلق الصورة الباطنية فإذن في الأخلاق أيضا ماكو فرق في العمل أيضا ماكو فرق في أصول الأعمال كل الأنبياء كانوا يبلغون ويأمرون بعبادة الله سبحانه وتعالى يأمرون بالصلاة يأمرون بدفع الصدقة يأمرون بالأعمال الصالحة وينهون عن المنكر والفحشاء والبغي وما إلى ذلك فالعمل يعني أصول الأعمال أيضا واحدة هو هذا الدين من آدم إلى النبي الخاتم لذا الله عز وجل ماذا يقول يقول إن الدين عند الله الإسلام هذا الدين هو الإسلام من آدم إلى الخاتم ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه وإسماعيل ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فإذن الدين واحد لذلك التعبير بالأديان الإلهية هذا تعبير خطأ ماكو أديان إلهية الدين الإلهي هو واحد وإنما الفرق في الشرائع الشرائع ترتبط ببعض الأعمال يعني في شريعة موسى كانت بعض الأمور محرمة هم مو من الأمور الأساسية وتلك الأمور حللت في شريعة عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم في بعض الجزئيات أما أصول المحرمات مثل الخامر مثل الشرك مثل الغلول والخيانة مثل الظلم كذا هذه ما تغيرت نعم في شريعة موسى الله سبحانه وتعالى حرم بعض الأمور عيسى يجع عليه الصلاة والسلام في شريعته بيّن أن الله سبحانه وتعالى نسخ تلك الشريعة فالشحم حلال محرام الآن وهذا الشيء في الشريعة الواحدة أيضا موجود في الإسلام الله سبحانه وتعالى أصدر وشرأ أحكام وقتية لوقت معين لكن لمصلحة لم يبين الرسول أن هذا الحكم له أمد ما بيّن الأمد تهى تغير هذا الحكم إلى حكم جديد يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة بعد ذلك بساعات وعلى أكثر المفسرين عشرة أيام هذا الحكم نسخ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الحكم نسخ شنو الغرض كان من هذا الحكم الغرض مذكور أنه الله سبحانه وتعالى رادي يبين لهم أنه وقت الكشخة وقت الهيبة الكل مستعدون يأتون يتكلمون مع الرسول بشكل خاص حتى يبينون لأنفسهم شخصية وهيبة وكذا لكن عندما يوصل إلى الدافع حسب تعبيرنا يأخذون بريك يتوقفون الله يريد يبين هذا الأمر لهم وأيضا في الوقت نفسه رادي يبين فضيلة لأمير المؤمنين لأن الآية الوحيدة التي عمل بها أمير المؤمنين ولم يعمل بها غيره هي هذه الآية لأن الشخص الوحيد الذي دفع صدقه وناجأ الرسول هو أمير المؤمنين وبعد ذلك نسخت الآية فإذن حتى في الشريعة الواحدة يمكن المصلحة تتبدل كانت المصلحة التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة والرسول صلى الله عليه وآله في مكة وسبعة عشر شهر أو تسعة عشر شهر في المدينة كان يصلي باتجاه بيت المقدس طبعا في مكة ما كان يبين لأن الرسول صلى الله عليه وآله وآله في مكة عندما كان يصلي باتجاه بيت المقدس كان في زاوية من المسجد الحرام يقف للصلاة بحيث أن الكعبة كانت تقع عمامه هو كان القبلة بيت المقدس وهو متوجه إلى بيت المقدس ولكن كان في زاوية بحيث أن الكعبة كانت تكون بينه وبين بيت المقدس ما كان يبين هذا الحكم في مكة لكن في المدينة بيت المقدس بالشمال ومكة بالجنوب فتبين ذلك على أكثر الروايات والأقوال تسطع الشهر وبعد ذلك نسخ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فهذا الأمر حتى في الشريعة الواحدة يقع إذن العقائد واحدة من التوحيد والنبوة لأن جميع المؤمنين في الشرائع السابقة كانوا مأمورين بالاعتقاد بجميع الأنبياء إما بشكل مجمل أنت تعتقد بكل الأنبياء حتى إذا ما تعرفهم أي واحد نبي من الله سبحانه وتعالى فأنا أذعن بنبوته حتى إذا ما أعرفه وعلى بعض الأنبياء بالخصوص النبي اللي هم كانوا مأمورين بالتباعة أو النبي اللي هو إمام على نبيهم كما أن إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة وسلام كان إمام على لوت قوم لوت كانوا مأمورين بالإيمان بلوت ومأمورين بالإيمان بإبراهيم وكذلك جميع الأنبياء كانوا يبشرون برسول الله محمد صلى الله عليه وآله زين والاعتقاد بالمعاد كذلك فإذن ماكو فرق في العقائد ماكو فرق في أصول الأعمال ماكو فرق في الأخلاق وإنما الفرق في بعض الأحكام وهذا هو سبب نسخ الشرايع هذا ذكرنا كمقدمة البحث وأما البحث هو أن الدين مركب الأعمال يعني الأعمال في الدين مركبة من أمرين إذا جاز التعبير نعبر بجسم العمل وروح العمل يعني الصلاة بتعبير مجازي إلها جسم جسم الصلاة شنو هو الحركات سواء حركات أعضاء الإنسان من الركوع والسجود أو حركة لسان الإنسان بالحمد والسورة والذكر هذا جسم العمل لكن روح العمل شنو هو الإخلاص لذلك المرائي على رغم أن عمله جميل لأن المرائي غرض شنو هو السمعة واللي غرض السمعة شنو يسوي يجمل العمل حتى يمدح وحتى تسمع مدائحه هنا وهناك لذا يسموه سمعة فلذا عمله جميل لكن نفس هذا العمل خال على الروح ما بيروح ولذلك هذا العمل حرام هذا الركوع حرام هذا السجود حرام فويل للمصلين ويل في الروايات مصداقة مبين ببئر في جهنم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون العمل ما بيروح هذا العمل اللي ما بيروح يتحول إلى عقاب لنفرض الإنسان الإنسان شنو هو مركب من جسم وروح والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهذه الكيفية سواء في عالم الذر الطينة هي الجسم والروح أيضا معها أو في هذه الدنيا وحتى في الآخرة المعاد الجسماني هذه من ضروريات الدين أن الله سبحانه وتعالى طينة الإنسان يجمعها ولو تفرقت ثم في يوم القيامة يلقي الروح على تلك الطينة فالإنسان يحشر بجسمه لكن كما أن الإنسان بحاجة إلى الروح بحاجة إلى الجسم إذا هذا الجسم فقد الروح التكليف شنو هو أنه هذا الميت بمجرد أن مات إكرام المؤمن التعجيل في دفنه ليش لأنه إذا بقي سويعات وإذا كان الجو حار يريح يصير في رائحة وحتك له فأكرمه بتعجيل دفنه خاصة في السابق اللي ما كانت هذه الثلاجات وكذا يعني هذا الجسم إذا انفصل عن الروح لازم أسرع تسترع أصلا تخليه بالقبر وتسترع بالتراب أسرع هذا الجسم الذي حينما يكون مع الروح الإنسان لازم يكرم هذا الجسم إن لبدنك عليك حق لدينا أحكام كثيرة مرتبطة بجسم الإنسان لكن بمجرد أن الروح تنفصل من هذا الجسد المفروض أنه يدفن لماذا؟ لأن الجسم بدون الروح ما لقيمة هذا مثال ذكرنا الدين كذلك الدين يحتاج إلى روح ويحتاج إلى جسم واحد لازم لينغر بهذه الدعوات اللي يرفعوها الناس الذين يردون يتحررون إذا جاز التعبير من الدين يقول المهم أنه قلبك يكون نظيف حس صليت لو ما صليت مو مهم تحجبت المرأة وما تحجبت مو مهم المهم أن القلب يكون نظيف هذا طبعا فقط في الدين يقولوا إذا وصل في القوانين إذا قانون المرور مثلا إشارة حمراء إشارة خضراء إذا قال المهم أنه قلبك يكون نظيف بالنسبة إلى سائر السواق أما أنه تتوقف عند الإشارة الحمراء أو ما تتوقف مو مهم المهم أنه قلبك يكون نظيف بالنسبة للناس هسا أكلت فلوسهم لو ما أكلت فلوسهم مو مهم الكلام مقبول هذا لا بس بالدين لآجل أنه يريحون أنفسهم ويريحون أنفسهم من أحكام الشر يذكرون هذا الأمر وإلا في أي قانون آخر هذا الأمر ما موجود الدين إلى روح وإلى جسم إذا جاز التعبير كلاهما معا يشكلان الحياة البعض عندما يردون يتكلمون ضد بعض المتدينين يقولون أن هؤلاء قشريون زين قشري يعني شنو يعني أنه لا يهتم باللب وإنما يهتم بالقشر والجواب أنه الاهتمام بك ليهما لازم الفاكهة كما فيها لب فيها قشر والقشر هو الذي يحفظ اللب ولولا القشر هاي الفاكهة كانت تفزد والقشر حافظ لها كما أنه يحتاج إلى القشر يحتاج إلى اللب الدين كذلك كما يحتاج إلى واقع يحتاج إلى ظاهر الواقع بدون ظاهر لا يمكن وظاهر بدون واقع أيضا لا يمكن فإذن الآية الشريفة عندما تقول وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ مع إخلاص يعني عبادة مُخْلِصَة مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَاء الحنيف شنو معنى؟ احنا عدنا باللغة حنف وعدنا جنف فمن خاف من موصن جنفاً أو إثماً الحنف هو ميلان من الباطل إلى الحق يعني إذا واحد خارج من الطريق إذا مال إلى الطريق هذا يسمى حنف الجنف بالعكس ميلان من الحق إلى الباطل هو ماشي في الجادة الصحيحة إذا مال عنها هذا يسمى جنف وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَاء الإخلاص ضروري ولكن ويقيم الصلاة لازم تصليها مجرد أن تقول أنا في ذكر الله وأنا أحب الله وأنا أحب المؤمنين هذا ما يكفي وإلا الرسول صلى الله عليه وآله هو خير الخلق كان يصلي حتى أن الآية شفقة عليه نزلت بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لأنه كان يصلي بحيث تورمت قدماه ومع ذلك الآية تقول يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وأردت للقرآن ترتيلة فالرسول صلى الله عليه وآله كان يواصل العبادة إلى لحظة وفاته عمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي يقول لو كشف لي الغطاء ما زددت يقينه يعني يقينه في الدرجة الكاملة بعد لا يتصور فوقها يقين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة تدري ألف ركعة يعني يعني 16 ساعة إذا حسبنا كل ركعة دقيقة 16 ساعة وفي الليالي الشتوية الطويلة يمكن ذلك واحد يبدأ من بعد صلاة المغرب وإلى بعد طلوع الشمس ألف ركعة يصلي الله سبحانه وتعالى زين إذا ما كان حاجة إلى العبادة إلى العمل خل إيش أمير المؤمنين تعب نفسه قيل لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله لماذا تتعب نفسك بالعبادة وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بين قوسين الأنبياء معصومون ورسول الله صلى الله عليه وآله معصوم مو أنه فقط لا يصدر منه معصية بل لا يصدر منه مكروه بل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لم يصدر منه ترك الأولى حتى إذا صدر من بعض الأنبياء مثل آدم ترك الأولى من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لم يصدر ترك الأولى فالمراد من الذنب هنا بقرينة ارتباط بالفتح هو الذنوب الاجتماعية لأن رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة بادر وأحد وحنين وغيرها كان قائد جيش هذا الجيش قتل كبار المشركين كأبي جاهل وعتبة وشيبة هذه الذنوب اجتماعية لا تغفر إذا واحد قاتل أبوك تغفر له لكن الرسول لأنه صار الحاكم الناس يتغاضون عن الذنوب الاجتماعية للحاكم يعني ما يتصورونه ذنبا هو ليس بالذنب هو تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى لكن الناس يتصورونه ذنبا الأصمعي هذا المعروف الأديب المعروف هذا كان ناصبي حسب ما ورد في بعض الكتب وسبب نصبة شنو هو أن جدة أو جد جدة يعني أحد أجداده سرق في زمان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهذا جد جدة أو أحد أجداده كان اسمه الأصمع وهو منسوب إليه لذا قيل له الأصمعي وثبتت الجريم عليه فقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بقطع يده فقطعت يده فكان يقول الأصمعي كيف أحب رجلا قطع يد جدي هالشكل يعني هكذا الناس الأحقاد عندهم مع أن أمير المؤمنين نفذ حكم الله سبحانه وتعالى الرسول أيضا إنما قتل هؤلاء أو قتلوا في المعركة مع الرسول لأن هم ما اعتدوا على الرسول هم الذين اعتدوا وهم بدأوكم أول مرة فالرسول دفاعا عن نفسه المسلمون قتلوهم لكن مع ذلك هذا يعتبر ذنب لا يغفر لكن الرسول عندما صار الحاكم فهم يغضون النظر عن قتلك لكبارهم وساداتهم على كل حال قيل إلى رسول الله لماذا أنت تتعب نفسك بالعبادة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال ألا أكون عبدا شكورا الله سبحانه وتعالى غمرني بالنعم إحنا كنا نطلب من الله شيء اللي خلقنا لا تفضل من الله خلقنا هل كنا نطلب شيئا من الله سبحانه وتعالى وغمرنا بالنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا كله تفضل منه هل كنا نطلب الله شيئا نطلب الله شيئا بحيث أنه أرسل لنا الشرائع كلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مننا واللطف من الله سبحانه وتعالى وحتى في يوم القيامة إذا الله يجازي المؤمنين فهذا فاضل مننا من الله إحنا من نستحق الجنة أصلا مو إحنا حتى الأنبياء لا يستحقون الجنة لأن الله غمرهم بالنعم وإذا عبدوا الله سبحانه وتعالى هذه العبادة لا توفي جزاء نعم الله سبحانه وتعالى فإذا الله يعطي الجنة حتى للأنبياء وللمؤمنين المطيعين فهذا تفضل آخر من الله سبحانه وتعالى مثل نفرض كمثال التقريب إلى الذهن إذا فتفقير هذا الفقير أنت لا تتوقع منه أي شيء لا الآن لا بالمستقبل تعطي مبلغ من المال وتقول له لو قلت لي شكرا سأجازك بأضعاف هذا هو هم قال شكرا وأنت جازيته بأضعاف ذلك إعطاؤك الأول كان تفضل إعطاؤك الثاني أيضا تفضل فإذن الله سبحانه وتعالى الجنة يتفضلها على المؤمنين هذا من تفضله أن وعدهم بالجنة إذن فلا أحد يستحق من الله شيئا وإذا واحد عند استحقاق هذا الاستحقاق في الحقيقة تفضل من الله لأنه وعد بذلك وعد الله الذين آمنوا منكم لأنه وعد الله لا يخلف الميعاد أصل وعد أيضا كان تفضل زين الله سبحانه وتعالى خلقنا تفضلا منه غمرنا بالنعم تفضلا منه أرسل لنا الشرائع منة منه علينا يجازي المؤمنين بالجنة تفضل ومنه وفي الحديث أنه لا يدخل إنسان إلى الجنة إلا وهو يقر بأنه لا يستحقها وإنما الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بهذه الجنة زين الله حلقت نعم الطانة هذه النعم الكثيرة التي لا تحصى وإحنا غافلين عنها إذا فقدنا نعمة ذاك الوقت ندرك أهمية تلك النعمة نعمتان مجهولتان لا يعرفهما إلا من فقدهما الصحة والأمان إحنا سنوات أعضاء جسدنا سليمة فالليلة نبتلى بوجع في الرأس بوجع في العين ذاك الوقت نفهم نعمة السلامة أو إذا فقدنا الآمن ذاك الوقت نعرف نعمة الآمن زين إذن فكله فاضل من الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا يعبد الله سبحانه وتعالى هذا عبد شكور ألا أكون عبدا شكورا أمير الموين عليه الصلاة والسلام هذه كلمته معروفة ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك وفي حديث آخر إن قوما عبدوا الله سبحانه وتعالى خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله سبحانه وتعالى طمعا في جنته فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله سبحانه وتعالى لأنهم وجدوه أهلا للعبادة فتلك عبادة الأحرار إذا أنت عندك والد والد الوالد مريض يحتاج إلى مساعدة مرة واحد يروح يساعد لأنه يقول إذا ساعدت والدي سيكتب في الوصية أنه كذا مبلغ من المال يخصص له أو واحد يروح يساعد والد لأنه إذا ما ساعد والد سيسجن هذه المساعدة الهقيمة أنه دي ساعد إذا عرفنا أنه دي ساعد والد لأنه طمعا في وصيته أو خوفا من السجن أنه يجون يسجن لقيمة هذه المساعدة لا وإنما إذا عرفنا أنه هذا دي ساعد والد لأنه والده مو طمعا في شيء ولا خوفا من شيء لأن يشوف هذا والد له عليه الحق زينيس هذا كمثال وإلا نسبة الله سبحانه وتعالى إلينا ونعمه لا تقاس أصلا بنعم الوالد علينا والوالدة إذا واحد يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يحصل ثواب عبادته صحيحة بس درجة قليلة إذا واحد يعبد الله سبحانه وتعالى ليش تصلي فإذا واحد كان يقول أنه إذا ما كان في ترك الصلاة عقاب أنا ما جدا أصلي زينيس هذا حال الأكثر أكثر الناس المؤمنين يلتزمون بالواجبات وترك المحرمات المستحبات تركوها المكروهات يفعلوها كذا كذا ليش ما بيها عقاب هذه عبادة العبيد لأن العبد لا يتوقع إعطاء مال وإنما يخاف من الصوت ألا أكون عبدا شكورا؟ فإذا روح العبادة هي الإخلاص الإخلاص بدون العمل لا يمكن متقارنان كجسم وروح فينبغي علينا أن نجمع بينهما ونستفيد من هذه الفرص العظيمة التي حباها الله سبحانه وتعالى إيانا الله سبحانه وتعالى دائما يتفضل ومن فضله أن خصص أزمنا فيها نفحات أكثر وأمكن بيها بركات أكثر هو دائما أكو نفحات من الله سبحانه وتعالى وفي كل مكان أينما تولوا فثم وجه الله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي مكان أكو أرض تقدر تعبد الله سبحانه وتعالى عليها ولكن أكو بعض الأحيان زيادة مخصصات زائدة مثلا شهر رجب شهر شعبان شهر رمضان هذه من النفحات شهر رمضان الله سبحانه وتعالى هناك شجرة في جنة المأوى تسمى شجرة طوبة هذه لها أغصان في شهر رمضان تتدلى هذه الأغصان كل واحد يعمل الصالحات فكأنه تمسك بغصم من أغصان هذه الشجرة ترفعه إلى الجنة أنت في سائر الشهور إذا ختمت القرآن لك ثواب عظيم لكن في شهر رمضان إذا قرأت آية واحدة مدهامتان هذه آية أو قرأت بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية وهي أعظم آية في القرآن لكن عنادا لأمير المؤمنين قصوها من الصلاة لأنه كان يجهر بها ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في القرآن فتركوها إذن إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم في شهر رمضان يعادل ثوابه ثواب ختمة من القرآن في غير الشهور إذا دفعت صدقة يعادل كذا صدقة في غيره من الشهور شهر الخير والبركة والرحمة هذا بالنسبة إلى الزمان وبالنسبة إلى المكان في جوار كريمة أهل البيت في جوار الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وجود هؤلاء الأولياء في منطقة مركز لإشعاع لكل العالم وخاصة في تلك المنطقة الله سبحانه وتعالى له بقاع يحب أن يدعى فيها أكو في الحديث الشريف أن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام أصيب بمرض قل إنما أنا بشر مثلكم من حيث التركيبة الجسدية الأنبياء والأئمة تركيبتهم الجسدية كتركيبتنا الجسدية وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين لكن روحهم هو اللي في التفضيل الله سبحانه وتعالى فضلهم بالمقامات العالية أما تركيبت جسدهم كتركيبت جسدنا حتى يكون أسوة لأنه الملك لا يمكن أن يكون أسوة ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فالإمام الهادي عليه الصلاة والسلام ابتليه بمرض فدفع مال هو كان في سامراء مبعد دفع مال لأحد أصحابه وقال أرسل بهذا المال رجلا إلى الحائر ليدعو الله سبحانه وتعالى في شفائي فعندما خرج هذا الشخص صاحبه كان وياه قال إنه يرسل إلى الحائر رجلا ليدعو له في شفائه وهو بمنزلة من في الحائر الإمام الهادي إمام مفترض مفترض الطاعة هو مثل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام صحيح الإمام الحسين أفضل من الإمام الهادي لكن الإمام الهادي أيضا كالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إمام معصوم مفترض الطاعة هو نور الله سبحانه وتعالى في الأرض هو مستجابة دعوة زيان ليش يرسل يدفع مال يرسل واحد حتى يدعو له فهذا الراوي رجع وسأل الإمام الإمام عليه الصلاة والسلام قال إن لله بقاعا يحب أن يدعى فيها وحائر الحسين هسا الرواية إما من أفضلها أو أفضلها هسا الشك من عندي وحائر الحسين من أفضلها أو أفضلها أماكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يدعى فيها زمان مبارك والإنسان هم الالتزامات الاجتماعية بعد ما عنده لا التزام وظيفة لأنه في سفر ولا التزام اجتماعي ولا مشاركة في فاتحة ولا زيارة ولا زيارة صديق ما عنده التزامات فكل وقته بيده إذا استفاد من هذه النفحات فهو المطلوب وإلا في الحديث الشريف في آخر جمعة من شهر شعبان خطب رسول الله صلى الله عليه وآله خطبة طويلة من جملة تلك الخطبة فالشقي من حرم رحمة الله في هذا الشهر يعني في شهر رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى يوافقنا وإياكم للتمسك بالقرآن وبالعترة وبالعمل الصالح بالإخلاص آخر دعوانا بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر